أهلا بكم من جديد ونكمل الحرة الليلة مع جديد التطورات في الولايات المتحدة مع شبكة مراسلي الحرة من البيت الأبيض معنا هشام بورار من البانتاجون وفائش باعي من واشنطن رابح فلالي ومن ولاية جورجيا محمد الحسين نصار أهلا بكم جميعا نبدأ من مستجدات البيت الأبيض معك هشام أهتموا عن البيت الأبيض يتابع جولة وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو لليوم الثاني لها في الصين حيث زارت شانغاي وبيكين واجتمعت مع المسؤولين الصينيين وعلى رأسهم نظيرها الصيني الذي دعاها أصلا إلى هذه الزيارة التركيز اليوم هو إعلان مرة أخرى عن فريق عمل يجتمع مرتين في السنة بين البلدين لمناقشة القضايا العالقة في التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين لا سيما ما يتعلق بسياسة الولايات المتحدة لحماية الأمن القومي الأمريكي الولايات المتحدة التي سبق وانفرضت قيود على شركة أمريكية وصينية في تعاملاتها والاستصدير والصيراد مكونات حساسة تتعلق بالذكاء الاصطناعية والرقاء الالكترونية أشباه الموصلات تضع شروطا تتعلق بحماية الأمن القومي الأمريكي واليوم الولايات المتحدة تقول بأن لن تساوم في هذه المسألة رغم سعيها لفتح قنوات التواصل والتعاون الاقتصادي مجددا مع الصين الذي قالت ريموندو بأن الولايات المتحدة لا تهدف إلى عرقلة التقدم الاقتصادي الصيني وأنها تريد أن ترى اقتصادا صينيا صحيا من أهم اقتصادات العالم أنتقل إلى وزارة الدفاع الأمريكية وفاء إن كانت هناك أي اجتماعات أو لقاءات من الممكن أن تطلعين عليها نعم ميرا المتحدث باسم البنتغون بات رايتر عقد مؤتمرا صحفيا غير مصور اليوم تترق فيه إلى عدة مواضيع لعل أبرز هذه المواضيع حادثة الطائرة التي وقعت في أستراليا وراح ضحيتها ثلاثة جنود من مشات البحرية الأمريكية رايتر أكد أنه من المبكر الحديث عن أسباب هذا الحادث وأن التحقيقات لا تزال جارية هو أيضا ثمن الجهود التي قامت بها القوات الأسترالية في عمليات الإمقاذ التي عقبت الطائرة أيضا رايتر أكد أن القوات الأمريكية لم تجري أي تغيير في عدد قواتها إن كان في العراق أو السوريا وأكد مرة جديدة أن القوات الأمريكية لا تعمل على الحدود بين العراق وسوريا وليس من مسؤوليتها تأمين الحدود وأن هذا الأمر من مسؤولية الحكومة العراقية وأكد أيضا أن الولايات المتحدة تركز فقط في سوريا على مهمة هزيمة داعش أيضا فيما يتعلق بالنيجر أكد أيضا رايتر بأن ليس هناك أي تغيير حتى الآن في عدد القوات الأمريكية هناك ما جديد العاصمة واشنطن رابح؟ الجديد ناس هو ذلك القرار الذي اتخذ اليوم على مستوى المحكمة الفيدرالية هنا بالعاصمة واشنطن بعد الاستماع إلى دفوع سواء من قبل وزارة العدل أو من قبل دفاع الرئيس السابق دونورد ترامب في شأن المحاكمة المتعلقة بنتائج انتخابات الرئاسة الأخيرة وأحداث اقتحام الكونغرس الجديد الذي أقرته المحكمة اليوم هو تحديد موعد بدء محاكمة الرئيس السابق الذي حسب المحكمة أقر ليوم الرابع من مارس آيار أذار المقبل عفوا وذلك هنا وذلك بعد عرض كانت قد تقدمت به وزارة العدل عن طريق المحاقق الخاص بأن يكون بأن تكون تواريخ بدء المحاكمة بدءا من مطلع العام المقبل وهو الأمر الذي رفضته القاضية المعينة في مقابل ذلك أيضا كان هناك طلب من قبل فريق دفاع الرئيس السابق على أن تكون المحاكمة في شهر أبريل نيسان من العام الفين وست وعشرين وهو الأمر الذي رفضته أيضا القاضية لتستقر في الأخير على هذا القرار الذي سوف يشكل عقبة حقيقية في أول ردود الفعل هنا في العاصمة واشنطن وذلك لأن هذا القرار يأتي في توقيت حساس جدا بالنسبة لمصاري الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الجمهوري لانتخاب مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة العامة وهو الأمر الذي سوف يضيف مزيدا من المتاعب القانونية على الرئيس السابق وفريق حملته الانتخابية ننتقل بذات الموضوع إلى ولاية جورجيا على ما يبدو بأن جورجيا حددت يوم السادس من سبتمبر موعدا لمحاكمة ترامب فيما يخص قضية الانتخابات الأمريكية ماذا في التفاصيل محمد؟ تم تحديد هذا الموعد لمحاكمة ترامب ولكن اليوم الشغل الشاغل هو ججري ورائي في هذا المبنى الفيدرالي ريتشارد روسل الذي تقع فيه محكمة شمال جورجيا حيث ينظر القاضي الفيدرالي جونز وهو قاضي فيدرالي لشمال جورجيا عينه في هذا المنصب الرئيس الأسبق باراك أوباما هو ينظر الآن في الدعوة المخدمة من محامي كبير موظيف البيت الأبيض السابق ميدوز لنقل المحاكمة من مخاطعة فولتون إلى محكمة فيدرالية ويستشهدون في هذا الأمر بأنه كان يشغل منصبا فيدراليا في الوقت الذي جرت فيه هذه التهم كما أن المحكمة في محكمة فيدرالية سوف تكون أفضل لهم جميعا رئيس سابق ترامب وجولياني وميدوز لأنه سوف يكون من الممكن أن يكون عدد من المحلفين من الجمهوريين أو المحافظين أما مقاطعة فولتون فهي غالبية العظمى منها من الديمقراطيين وهذا لا يدعو الرئيس سابق ترامب أو ميدوز أو جولياني إلى الارتياح في هذه المحكمة شكرا جزيلا لكم جميعا من ولاية جورجيا محمد الحسين نصار من واشنطن رابح فلالي من البنتاجون وفاء إجباعي ومن البيت الأبيض هشان بورار شكرا جزيلا